حذر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الفرنسي ستيفان سيغورني من مخطط محتمل مدعوم من إيران لاستهداف الرياضيين والسياح الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس وقال كاتس في رسالة إلى سيغورني لدينا تقييمات بشأن التهديد المحتمل الذي يشكله وكلاء إيران ومنظمات إرهابية أخرى تهدف إلى تنفيذ هجمات ضد أعضاء الوفد الإسرائيلي والسياح الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لرويترز ردا على الاتهام إن الأعمال الإرهابية ليس لها مكان في مبادئهم ترجمة نانسي قنقر